السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأربعاء الأول من شهر مارس آدار 2023 جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا نبدو أصدقائي بالخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهي أرقام العاطلين عن العمل في ألمانيا بداية كل شهر تصدر الأرقام والنسبة المئوية للأشخاص الذين مسجلين بمكتب العمل كعاطلين عن العمل وقالوا بأن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بأربعة آلاف شخص جدد تسجلوا كعاطلين عن العمل ليصل الإجمال بشهر فبراير أصدقائي إلى 2 مليون و620 ألف شخص عاطلين عن العمل أي بنسبة 5.7% من إجمال سكان ألمانيا الذين يتواجدون بسن العمل لرغم ذلك الحكومة الألمانية متفائلة بتحسن سوق العمل وزيادة الطلب على اليد العاملة بالأشهر المقبلة لأن سبب زيادة العاطلين عن العمل وهو أن مجموعة من الشركات تخلت على الناس مجموعة من الشركات قامت أيضا بتقديم الاستقالة لعمالها أو مجموعة من الشركات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة كورونا فيما قبل وأيضا الحرب في أوكرانيا والتضخم جعلت مجموعة من الشركات لا تتشجع لتوظيف الناس لذلك ارتفعت شيئا ما البطالة وأيضا لأنه مجموعة كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين الذين جاءوا إلى ألمانيا تعرفون تسجلوا في الجوب سنتر وبذلك ارتفعت الأرقام لكن الحكومة الألمانية تتوقع بأن سوق العمل سوف يتحسن في الصيف وسوف يتحسن نهاية السنة لأنه أيضا مجموعة كبيرة من الأوكرانيين سوف ينتهون من دروس اللغة وبعد ذلك سوف يدخلون أيضا إلى سوق العمل ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية جريمة بشعة هزت مدينة بغمشة بمقاطعة نيدازاكسن عندما قام رجل مسن عمره 81 سنة بإطلاق النار على ابن الجيران شاب قاصر عمره 16 سنة الرجل المسم اسمه جيوزيبي 81 سنة وهو من أصل إيطالي بسبب خلاف لحد الساعة لا تعرف أسبابه الحقيقية يقولون بأن خلاف بين الجيران جعله يمسك مسدسا ويتوجه إلى الشارع عند سينان الشاب الصغير الذي عنده 16 سنة اسمه سينان لكن لم يخبر بالجنسية توجه الرجل المسن عنده وأطلق عليه ثلاث طلقات نارية باتجاه الرأس ثم قام بعد ذلك الرجل المسن بمحاولة الانتحار وأطلق أيضا على نفسه النار حصل الأمر أمام مدرسة ابتدائية وتم إرسال تاقم نفسي وطبي للاهتمام بالأطفال والاهتمام بالمدرسين بالمدرسة الذين عاينوا هذه الحادثة المؤسفة نقل الشاب ونقل أيضا الرجل المسن إلى المستشفى حالة الشاب حارجة للغاية وما زال يعالج بالمستشفى وأيضا الرجل المسن ما زال يعالج بالمستشفى يقال بأن الشاب سينان 16 سنة يعيش مع أمه بالشقة التي توجد فوق شقة الرجل المسن وكان الرجل المسن دائما على خلاف مع سينان ومع العائلة وكان يقول لهم بأنهم دائما يعني عندهم ضجيج وأنه يعني كان دائما يشتكي من الضجيج إلى أن قرر عمل هذا العمل الإجرامي الخبيط وحاول أن يقتل هذا الشاب الآن الشرطة فتحت التحقيق والرجل المسن متهم الآن بتهمة القتل العمد وستبدأ محاكمته قريبا ويمكن أن يقضي طيلة فترة حياته بالسجون الألمانية الشاب سينان ما زال يعالج بالمستشفى يقولون حالته حارجة للغاية نتمنى له الشفاء العاجل وأيضا الصبر لأمه لأنه على ما يبدو هذا أيضا ابنها الوحيد ونتمنى أن يعالج ويرجع إلى صحته وأن لا تكون هذه الحادثة سببا بأن يصبح هذا الطفل مثلا هذا الشاب معاقل أو من دول احتياجات الخاصة أو يعني تتضمر حياة أصدقائي للأبد يعني ما قام به هذا الرجل المسن أمر لا يعقل ولا يقبل نهائيا مهما كانت الخلافات مهما كانت ضجيج لا يجب على الشخص أن يقوم بمثل هكذا أعمال إجرامية خطيرة للغاية فنعرف بطبيعة الحال أنه شاب عنده 16 سنة ممكن يفتحون الموسيقى بشكل مرتفع ممكن كذا ممكن كذا هذه الأمور المراهقة وأمور الموسيقى لكن يمكن حل الخلافات بأشياء أخرى وليس الالتجاء إلى مسك المسدس ومحاولة القتل العمد هذا أمر خطير للغاية ولذلك يجب أن تكون قوانين جزرية كي لا تنتشر هذه الظاهرة الخبيطة الخطيرة في ألمانيا المهم أصدقائي ننتقل إلى موضوع آخر يكافح مستشار ألمانيا السيد شولز من أجل تقوية العلاقة الاقتصادية مع الهند ويرغب مستشار ألمانيا إقناع الهند بعمل اتفاق التجارة الحرة يعني بين الهند وبين الاتحاد الأوروبي لأن مستشار ألمانيا يعلم بأن الهند سوف تصبح قوة اقتصادية كبيرة ولها شأن كبير في العالم وسوف تنافس الصين يتوقع أيضا أن تصبح الهند هذه السنة عدد سكانها هو الأعلى في العالم حاليا أكبر دولة من حيث عدد السكان هي الصين عدد سكان الصين هو مليار و412 مليون نسمة وعدد سكان الهند هو مليار و400 مليون و8 ألف نسمة ويتوقع أن الهند هذه السنة سوف تصبح هي الأولى عالميا من ناحية عدد السكان هذا أيضا أصدقائي يجعل الشركات الألمانية وأوروبا ينظرون أيضا إلى أن الهند سوق واعد وسوق كبير وعدد سكان كبير ويرغبون أيضا الاستفادة من هذا السوق الواعد من أجل زيادة التصدير ومن أجل زيادة أيضا العلاقة الاقتصادية مع الهند أيضا مستشار ألمانيا يحاول إقناع الشباب الهندي من المهندسين والتقى اليوم بمجموعة من المهندسين ومن الخبراء والمطورين الهنود عمل معهم أيضا جلسة قهوة وجلسة شاي وحاول الحوار معهم وإقناعهم أيضا بالقدوم إلى ألمانيا والعمل في ألمانيا لأن ألمانيا تحتاج إلى اليد العاملة والمهارية من الهند خصوصا المهندسين بمجال التكنولوجيا والمهندسين بمجال الكمبيوتر ومجال الكهرباء ومجال التطوير إلى آخره وحاول إقناعهم بالقدوم أيضا إلى ألمانيا لأن أغلب الشباب الهندي من دوي الشواهد العليا يفكرون بالهجرة إلى كندا أو إلى أمريكا بسبب اللغة لأنه كلهم تقريبا يتكلمون الإنجليزية ويحاولون أيضا الهجرة إلى أمريكا أو كندا فلذلك ألمانيا تريد أيضا الاستفادة من بعض المطورين الهنود خصوصا أنه عدد سكان الهند يعني مليار وأربعمائة مليون نسمة إذن عدد المتخرجين أصلا بالجامعة يفوق الملايين فهذه أيضا فرصة لألمانيا والشركات الألمانية بجلب بعض العقول لتقوية أيضا إنتاج الشركات هنا في ألمانيا لذلك مستشار ألمانيا جلس معهم بجلسة قهوة والشاي من أجل إقناعهم أيضا للقدوم إلى ألمانيا والعمل في ألمانيا آخر موضوع أصدقائي وهو صدمة في مدينة هنوفا عاصمة مقاطعة نيدازاكسن حيث تم يوم أمس إطلاق النار واغتيال شاب عمره 34 سنة عندما كان واقفا بمحطة الاشتخاصنبان تسمى محطة فيدلة اشتخاصة ليلا أظن سكان هنوفا يعرفون هذه المحطة حصل الأمر الساعة الحادية عشر وعشرين دقيقة ليلا لا تعرف الأسباب والتحقيقات ما زالت مستمرة من عند الشرطة للوصول إلى القاتل لأنه عندما قام بإطلاق النار هارم شهود عيان يقولون بأن القاتل عمره يمكن أن يكون تقريبا 17 سنة يعني ما زال قاصرا وما زال شابا صغيرا من قام بهذا العمل الإجرامي أصدقائي لا حول ولا قوة إلا بالله كيف لشاب قاصر يفكر بهذه الطاقة الإجرامية ويقوم بهذا العمل الإجرامي لا يعرف لماذا حصلت هذه الحادثة هل أحد من أعطاه مالا كي يقوم بهذه العملية الإغتيال البشعة الجبانة أو أنه لا تعرف الأسباب أصدقائي قالوا بأنه من قام بهذه العملية الإجرامية ما زال فارا عنده تقريبا 17 سنة وعنده شعره هكذا لوكيش نتمنى السلامة لجميع الله يحفظ الجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء